بثت جمعية العقبة للغوص نداءات استغاثة لغواصيها لتفقد مواقع الغطس على الساحل الجنوبي في العقبة وتنظيف جوف البحر من النفايات المتراكمة وذلك فور الإعلان عن السماح للغطسين بممارسة مهنتهم وهواياتهم في خليج العقبة تغيراتنا كشف عنها الغواصون في محافظة العقبة بعد غياب دام أكثر من شهرين بسبب حظر التجول وذلك أثناء عملهم على تنظيف عدة مواقع في خليج العقبة وتفقدهم أماكن الغطس والبيئة البحرية التي وصفوها بالخلابة بسبب توقف الأنشطة البشرية في البحر أخذنا الشباب ونزلنا جروب مع بعض على البحر وكنا متبعدين وملتزمين في أمور الحضر في أمور التباعد عن بعض وشوفنا البحر بيئة البحرية كانت كتير حلوة منتعشة كتير لأنه ما كان فيه كتير حركة على البحر كمان فتابه برضو في الفترة عملنا شوية تنظيف للجو في البحر نزلنا إحنا والغطسين أصحابنا والكباتن كنا تقريبا عاملين مسافات آمنة بينناتنا تفقدنا الأحياء البحرية ونزلنا على المتحف الاسكري عملنا أولو حملة نظافة شوفنا شي جديد تحت المياه من شهرين ما شوفناه من السنين أنه تكاثر في عداد السمك وطبعا بيئة خالية من البشر رئيس جمعية الغوص أكد أن الجمعية وفور سماعها بالسماح بالغوص في خليج العقبة قامت ببث نداءات لمنتسبيها للعمل على تنظيف البيئة البحرية مبينا أنه لا يمكن الاستخناء عن هواية الغطس وتنفيذ الأعمال التطوعية كحملات النظافة أو التصوير تحت الماء بدأنا اليوم كغوصين مدينة العقبة لأول مرة منذ بداية الحذر بالتوجه إلى تفقد مواقع الغوص الطبيعية والاصطناعية كذلك قمنا بعملية حملات نظافة لجو في البحر بمساعدة غوصيننا بمساعدة المدربين البيئة البحرية النظيفة أكثر ما لفت انتباه الغطسين الذين تجمعوا لتنظيف قاع البحر من النفايات آملين بأن يحافظ مرتاد البحر على النظافة وعدم إلقاء النفايات لما لها من آثار سلبية قد تنعكس على الحياة البحرية والبيئية ترجمة نانسي قنقر